السلام عليكم معكم رأوف سباحي مخرج سينمائي وتلفازي مغربي من مدينة طرباط و من العشاق مدينة تصفرون مدينة تاريخية الجميلة و صاحبة اول مهرجان في التاريخ المملكة المغربية مهرجان حب الملوك و لكن من غير المهرجان هي معروفة ايضا من الناس المثقفين والتي تميزوا في مجموعة الميادين و من اهم ما هذه الاسباب هي الحركة التقافية اللي كانت في واحد المرحلة و مجموعة دي الاماكن اللي يرجع عليها الفضل فضل حركة التقافية و اهم ما هذه الاماكن و من بين اهم ما هي قاعة المغرب العربي السينمائية و مؤخرا سمعنا و فرحنا انه تم الموافقة من المجلس انه تم الاقتناء ديالها و غي تم الانقاذ ديالها و لكن مؤخرا سمعنا انه هادش غيتلغى و ميمكن له شي يتلغى و انا كان علمت تضامن ديالي مع هاد القاعة و باش تبقى و باش المجلس ياخدها يبقى محافظة على الكلمة دياله و تنقد و يرجع لها الانشطة التقافية ديالها و يرجع لها الاندية السينمائية ديالها و ترجع لباسم السينمائية لمدينة سفره العريقة